المسيح ولا يعرفه وأما أنتم فتعرفونه لأنه ما كثوا معكم ويكون فيكم لا أترككم يتامى إني آتي إليكم الرب يسوع يطلب من الآب المعزي باللغة اليونانية باراقليت ومعناتها الشخص اللي بيمشي أو بيكون وبيساعد الشخص المحتاج مساعدة أو دعم أو تعزية وأيضا تترجم إلى كلمة الشفيع اللي بيوقف ما بينك وبين الرب صفات الشفيع مثل ما المسيح ذكرها أنه هو راح يكون معانا إلى الأبد غير محدود بزمان أو مكان هو الروح روح الحق روح الحق لا يقبل الكذب والغش ونعرف أنه إبليس المسيح تكلم عنه أنه هو كذاب وأبو الكذابين لم يرى بالعين المجردة لأنه روح وليس مادة هو ماكث في المؤمنين لاحظ كلمة فيكم إذن هو ليس إنسان وماكو تعليم ثاني عكس تعليم الكتاب المقدس تعليم الموجود في الكتاب المقدس اللي نقدر نعتمد عليها بهذا الموضوع المعزي بالموضوع أنه المسيح مهتم بكنيستة مهتم بالمؤمنين ولهذا بيقول أنه لم أتركها يتيمة المسيح ما راح يترك المؤمنين الوحدهم والنقطة الثانية أنه الرب تمم فعلا وعده في حلول الروح القدس على التلاميث وبنشوفها بدرجات مختلفة بالأناجيل وبسفر أعمال الرسول أيضا الروح القدس له مواهب له ثمر له وظائف للكنيسة ولهذا لحد هذا الوقت كل الكنيسة بتعيش على دور وعمل الروح القدس مثل ما قلت الروح القدس هو ممادة ترى وليس هو شخص أو إنسان هو روح غير محدود لا بالزمان ولا بالمكان ما نقدر نشوفه بالعين هو راح يكون في المؤمنين موجود فينا هل أنت كمؤمن عندك ثقة أن الروح القدس موجود فيك هل أنت اختبرت معمولية الروح القدس هل يوم تقدر تطلب هذا الموضوع وتصلي أن الرب فعلا يأكد لك ويساعدك أن يفتح عينك على عمل الروح القدس في حياتك وفي الكنيسة يروح الله القدس نشكرك من أجل وجودك في حياتنا نصلي يا رب تكون موجود فعلا بحياتنا كل الأوقات وفي كنائسنا قودنا أنت يا رب بروحك القدس افتح يا رب عيوننا على على أشياء غالية وغنية يا رب فين خلال كلمتك باركنا يا رب وقودنا في كل لحظة ذكرنا وارشدنا بكل لحظة باسم المسيح يسوع وصليه آمين آمين وربي باركك اشتركوا في القناة